عهدت على استعمال هذه الصناعات لفترة طويلة لكنها لم ترقى بها إلى الأسواق الدولية ضعف الأداء وانخفاض الإنتاجية الصناعية كذلك الحماية وضعف القدرة على المنافسة وهذا يظهر بشكل جليل رغبة من المنتجين لتلبية الطلب المحلي بكثرة ضمن السياسات الصناعية السابقة وهذا نظرا للظروف التي مرت بها الجزائر سواء ظروف اجتماعية واقتصادية إلى غير ذلك وبالتالي تحاول إشباع السوق الداخلية أكثر ويعني تلبية لأدواق المستهلكين أكثر من العمل على تلبية حاجات الأسواق الدولية كذلك نقطة أخرى وهي العلاقة مع السوق الخارجية فمحاولة التوسع في سياسة الصناعية التي تبنتها الجزائر منذ انطلاق العملية التنموية يعني كان من خلال حجم الواردات واعتماد الصناعة على السوق العالمية لتأمين مستلزماتها من المواد الأولية وهذا ما يضعف المنتجات الصناعية الجزائرية وكذلك اعتمادها على تقلبات الأسعار خاصة مع الأزمة التي شهدها العالم مؤخرا نقطة أخرى وهي ارتفاع كلفة الإنتاج وعدم الاهتمام بالنوعية فالمنتجين والمصنعين في هذا المجال والشركات والمقاولات تهدف إلى تلبية حاجات المستهلك والمستهلك بطبيعة الحال يهدف إلى شراء السلعة بأقل الأثمنة وبالتالي ابتعدت عن الاهتمام بالنوعية كذلك الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة فبعض الأفكار لم ترقى في السوق الوطنية لما هو رائد ضمن عالم الصناعة وبالتالي تعتمد على استيراد الأفكار من دول أخرى أجنبية كذلك عدم مرونة الجهاز الإنتاجي والذي يتشهده